اتعرف اليوم عن شخصية رامز جلال من هو رامز جلال الاسم رامز محمد جلال احمد توفيق الوظيفة مقدم برامج وممثل تاريخ الميلاد 24 1973 الجنسية مصري مكان الولادة القاهرة مصر درس فيه المعهد العالي للفنون المصرحية برج السور نبزة مختصرة عن رامز جلال رامز جلال ممثل مصري من موليد مدينة القاهرة شارك في عدة مصرحيات مثل جوز ولوز من اخراج هاني المطاوع قبل تخرجه من المعهد العالي للفنون المصرحية عام 1995 كما شارك في العديد من الافلام الاخرى مثل 55 اسعاف وميد ومشاكل والباشا تلميز وحب اقنار لم تقتصر مهنة رامز جلال على التمثيل فقط فقد قام بالتخديم سلسلة من برامج المقالب التي استضاف فيها كبار المشاهير بداية رامز جلال كانت اول مشاركة للمصرحيات خلال فتر الدراساته في المعهد العالي للفنون المصرحية في جوز ولوز من بطولة احمد بدير سعاد نصر وعيد رياض ومن اخراج هاني المطاوع عام 1993 وتخرج من المعهد العادي من قسم التمثيل والاخراج عام 1995 مع احمد السقه واحمد حلمي ومحمد سعد وغيرهم من الممثلين الذين كانوا في نفس الدفعة ولعب رامز جلال في بداية حياته المهنية ادوارا سانوية في العديد من المسلسلات مثل ناس مسلسل ناس ساكن قصادي وصرايا الى ان لعب اول بطولة له في فيلم احلام الفتاة الطائش عام 2007 ومن انجازاته مثل رامز جلال في اول فيلم كوميدي له بانوان 55 اسعاف عام 2001 وهو من بطولة احمد حلمي ومحمد سعد ومن تأليف احمد عبدالله واخراج مجد الهواري جسد جلال دور رابط المباحث في هذا الفيلم الذي تدور احداثه الفكاهية حول شابين يعملان في مستشفى حكومي ويتسارع للفوز بقلب وفاء الطبيبة المشرفة في المستشفى ويجدان نفسهما بالاضافة الى وفاء في خضم قضية تتعلق بوزارة الصحة التي تخطفها عصابة ما ومع تتالي الاحداث تلتصق التهمة بهما فيطرقان عملهم في النهاية وليتطوع في قسم الادفاع كما مثل في فيلم حب بقنار مع مصطفى امر وكان من اخراج ايها برادي وتدور احداث الفيلم عن قصة الحب بين شاب وشابة من عائلتين سعيدتيان من العائلات الغنية والمتخاصمة حول قضية سقر وجسد دور اسماعيل في احدث فيلم كوميدي فتهو في عام 2017 بعنوان رغضة متوحشة يعمل اسماعيل في مركز تجميل ويحاول نفسه شكليا الى فتاة بعد ان اكتشف ان احد المخرجين يفحص عن وجه جديد لاهلناته فينجح في هذا المجال الى ان ينكشف امره في نهاية المطاف لا يخلو الفيلم من المواقف القوميدية الطريفة التي تجذب المشاهدين وتجعلهم في حالة ضحية في حالة ضحك استيرية بدأ منذ عام 2011 بسلسلة من برامج المقالب وكان اولها برنامج رامز قلب الاسد تتلخص فكرة البرنامج باستضافة شخصية مشهورة وظن منها ان ما سيحصل هو مقالب تلفزيونية او مقابلات تلفزيونية لكن يفاجأ الضيف في اثناء خروجه من المسعد بوجود اسد يرتقبه فيصور البرنامج الفنانين وردات فعلهم التي يغلب عليها الخوف والزعر ومن ثم ينتهي المألف ويستضيفهم رامز في استوديو التصوير لاخذ اراءهم بما حصل وتهدئتهم ترجمة نانسي قنقر